اختيار الكاف لتشكيل آخر عشر سنوات تشكيل أفريقيا آخر عشر سنوات لعيبة دخلت طبعا الكاف بقى بيختار في أماكن معينة ويحط تصويت واختار الكاف لعبين من النادي الأهلي سبع لعبين يا فارس يمكن التشكيل كله أهلي وأعتقد يعني أن أونينجو اللي فايز على محمد الشناو في حراسة المرمى وإن كان محمد الشناو يعني بالنسبة لنا هو أفضل حارس في القرى بل أفضل لاي في القرى عندنا أحمد فتحي كان من النادي الأهلي والجمعة عندنا علي معلول سلاسي في خط الضهر من النادي الأهلي وصنزه فقط لغير خارج النادي الأهلي عندنا في خط الوسط حسام غالي وحساية معشور لعب النادي الأهلي أيضا عندنا في خط الهجوم طبعا أسطورة النادي الأهلي كابتن وليد سليمان ولاعب النادي الأهلي برستاو وخمى بليات هو مفيش أهلي تحطه خسنة وثماتها ده المهاجم إذن كل لعب التشكيل اتحط والاختيار كان اختيار لعب النادي الأهلي يمكن حتى الكاف تجاهل بعض اللاعبين لأنا كنت من وجهة نظري بشوف أن هم يتحطوا في القائمة بالزبط يعني بالنسبة لي يعني شيء أعماد متعب يعني فيه محمد بركات فيه أبو تريكا فيه لعبين كتير جدا فبالتالي لكن خلاص يعني كل ده ممثلين للنادي الأهلي وده الاختيار الأفضل وده نقطة مهمة جدا دي مش بس بتشير لفكرة الشعبية في التصويت لأن ده أمر خلاص أمر مفروغ منه ومنتهي وأي حالة فيها تصويت جماهيري تأكد تابعي أن ده الأهلي هيفوس أن الكصة منتهية ومحسومة والكل أصبح يعي ذلك جيدا